موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلاله وعظمته وكبريائه وصلاة وسلام على خاتم أنبيائه وخير رسله سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من لقاءات برنامج قراءات ومعاني في موسمه الرابع أيها الأحب الكرام هذه الحلقة الحادية عشر والتي نستفتحها بالقارئ الرابع من القراء السبعة وهو القارئ الذي نقرأ له من رواية حفص رحمه الله إنه عاصم بن بهدله أب النجود اسمه هكذا عاصم بن بهدله أب النجود الأسدي أبو بكر ويقال أبو النجود أبو النجود هو أبوه هو اسم أبيه وبعضهم قال إن اسمه عبد الله وأما بهدله فالذهبي يقول هو أبوه على الصحيح فالصحيح هو عاصم بن بهدله وبعضهم يقول إنه ابن الجزري قال هي أمه يعني وابن الذهبي يقول هذا ليس بشيء فإذن بهدلة أبوه وأبو النجود هذه يعني تكون لأبيه يعني لقبا أو كنية كان عاصم رحمه الله تعالى فصيحا جميل الصوت كان من أحسن الناس صوتا في القرآن إلى جانب ما يتخلق به من أدب ونسك كان إذا صلى ينتصب كأنه عود ويمكث يوم الجمعة في المسجد إلى العصر كان عابدا خيرا كثيرا الصلاة وربما قصد حاجة فإن رأى مسجدا دخله للصلاة وقال حاجتنا لا تفوت يعني يقدم الصلاة على حاجاته الدنيوية هو أحد القراء السبعة عاصم بن بهدلة إمام كبير من أئمة القراءات والنحو انتهت إليه الإمامة في القراءة بالكوفة كما قال الشاطبي وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أذاعوا فقد ضاعت شذا وقرنفلا فأما أبو بكر وعاصم اسمه فعاصم رحمه الله وتعالى جاء بعد أبي عبد الرحمن السلم فجلس في موضعه ورحل إليه الناس للقراءة وجمع بين الفصاحة والإتقان والتحرير والتجويد رحمه الله يقول تلميذه أبو بكر النعياش شعبة لا أحصي ما سمعت أبا إسحاق السبيعي يقول ما رأيت أحدا أقرأ للقرآن من عاصم ابن أبن نجود وإلى جانب علمه بالقراءة كان من أعلم أهل الكوفة بالنحو يقول الشعبة أيضا كان عاصم نحويا فصيحا إذا تكلم مشهور الكلام وقال أيضا عنه كان عاصم من أفصح الناس مقدما في زمانه مشهورا بالفصاحة معروفا بالإتقان وهذا من فضل الله عليه أن الله جمع له بين الفصاحة في اللسان وبين الإتقان في القرآن وشريك بن عبد الله القاضي كان يقول كان عاصم صاحب مد وهمز وقراءة شديدة وأحمد بن عبد الله العجلي يقول عاصم نبهدل صاحب سنة وقراءة كان رأسا في القرآن قدم البصرة فأقرأهم إذن هو مشهور بالسنة أنه يأخذ بالسنة ومن أهل السنة فلم يكن من البدعة في شيء وقد كان من تعظيم التابعين له أنه إذا قدم من سفر قبل أبو وائل شقيق ابن سلم يده فالعلماء يقبلون يده وأما شيوخه في القراءة فإن عاصما من فضل الله عليه أنه لقي بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ منه فهو من صغار التابعين فأخذ كالحارث من حسان البكري ورفاع ابن يثريبي التميمي وهذان لهما صحبة وأيضا قرأ على عبد الرحمن السلمي على أبي عبد الرحمن السلمي وقرأ على زر بن حبيش وسعد بن إياس الشيباني وهؤلاء الثلاثة على عبد الله بن سعود رضي الله عنه وقرأ السلمي وزر بن حبيش أيضا على عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب كما قرأ السلمي أيضا على أبي بن كعب وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما ومن فضل الله علينا أن نسندنا يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعني فيه هذه الطرق كلها يعني من طرق عاصم رضي الله تعالى يقول شعبة رحمه الله قال لي عاصم ما أقرأني أحد حرفا إلا أبو عبد الرحمن السلمي وكان أبو عبد الرحمن السلمي قد قرأ على علي رضي الله عنه وكنت أرجع من عندي أبي عبد الرحمن فأعرض على زر بن حبيش وكان زره قد قرأ على عبد الله بن مسعود يعني هو أخذ بالطريقين ولذلك قال له شعبة يعني قال لعاصم لقد استوثقت لنفسك أخذت القراءة من وجهي قال عاصم أجل وأيضا يؤكد هذا حفص بن سليمان حفص الراوي الذي نقرأ له يقول قال لي عاصم شيخه ما كان من القراءة التي أقرأتك بها فهي القراءة التي قرأت بها على أبي عبد الرحمن السلم عن علي رضي الله عنه إذن نحن نقرأ لعلي رضي الله عنه هذه قراءة علي يعني رواية حفص وما كان من القراءة التي أقرأتها أبا بكر بن عياش يعني شعبة التي كنت أعرضها التي أقرأتها على شعبة أبا بكر بن عياش فهي القراءة التي كنت أعرضها على زر بن عبيش عن ابن مسعود رضي الله عنه فإذن قراءة حفصنا التي نقرأ بها هي قراءة علي بن أبي طالب وقراءة شعبة هي قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فهكذا اجتمع يعني لعاصم رحمه الله تعالى هذا كله الذين أخذوا عن عاصم ابن أبي النجود خلق كثيرون طبعا انتهت إليه الإمامة في القراءة في الكوفة بعد شيخ يابي عبد الرحمن السلمي فقرأ عليه خلق كثير أبرزهم هذان الراويان أبو بكر بن عياش شعبة وحفص بن سليمان وكذلك الأعمش ممن قرأ عليه وروا عنه أحرفا من القرآن أيضا أبو عمر بن العلاء البصري وحمزة بن حبيب بن الزياد والخليل بن أحمد الفراهيدي وسفيان الثوري سفيان المعيين حماد بن زيد حماد بن سل هؤلاء كلهم وكانت منزلته في الحديث ليست كمنزلته في القرآن وهكذا ربنا عز وجل يقسم العلوم فهو حدث عنه عدد من الناس وهو حدث عن أبي عبد الرحمن السلبي وزر بن حبيش وعطاء بن نبي رباع حدث عنه وأبو صالح السمان وأيضا يعني العلماء يعني بيّنوا أن منزلته منزلة عاصم بن نبي النجود في علم الرواية دون منزلته في القرآن الكريم حيث الضبط والرواية وإن كان حديثه مخرج يعني في الكتب الستة وفي الصحيحين من باب المتابعات وليس الأصول واختلف يعني الأهل الجرح والتعديل فيه وفي توثيقه آآ الإمام أحمد رحمه الله وتعالى كان يقول كان خيرا واثقة والأعمش أحفظ منه وكان شعبة يختار الأعمش عليه في تثبيت الحديث اللي هو تلميذ وقال أيضا عبد الله بن الإمام أحمد سألت أبي عن عاصم بن بهدلة فقال رجل صالح خير ثقة سألته أي القراء أحب القراءة أحب إليه فقال قراءة أهل المدينة يعني الإمام أحمد كان يفضل قراءة أهل المدينة ورش وقالون فإن لم تكن فقراءة عاصم فكان يقدم قراءة أهل المدينة على عاصم وكان يقول يعني عاصم أحب إلينا عاصم صاحب قرآن وحماد صاحب فقه وهكذا وثقه غير واحد يحيو بن معين أو النساء قال ليس به بأس والذهبي يقول يعني ليس حديثه بالكبير رحمه الله لكن هذا لا يضيره وقد أصبح إماما في القراءة والإقراء وهكذا يقسم الله تعالى العلم على عباده وفاته كانت سنة 29 ومئة سنة 29 ومئة و يعني اختلف في مكان الوفاة الأكثر قالوا إنه توفي في مكة وبعض قال في الأهواز وبعض قال في السماوة يعني بالسماوة من الشام يعني وعندما توفي يقول عنه أبو بكر بن عياش دخلت على عاصم وهو في الموت فأغمي عليه فأفاق يعني سكرة الموت فقال بعدما أفاق فقرأ ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وله وهو أسرع الحاسبين فالقرآن على لسانه في لحظات توديعه لهذه الدنيا ألا رحم الله عاصم وأسكنه في الفردوس الأعلى من الجنة وألحقنا به وبالصالحين من عباده إنه جواد كريم أيها الأحب الكرام نستفتح الحلقة بالآية التي وصلنا إليها من سورة المجادلة يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء هذه الآية السابعة من سورة المجادلة ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة ما يتناجى ثلاثة من خلقه بحديث سر إلا والله تعالى رابعهم يعلم ذلك ويحيط بذلك ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أقل أدنى من ذلك يعني أقل من هذا العدد المذكور ولا أكثر من هذا العدد إلا وهو معهم في أي مكان لا يخفى على الله شيء من أمرهم ثم إذا كانوا يوم القيامة ينبئهم يوم القيامة بما عملوا إن الله بكل شيء عليم لا تخفى عليه خافية الجمهور قرأوا ما يكون بياء الغائب لأن تأنيث نجوى غير حقيقي ما يكون من نجوى فيجوز فيه جري الفعل على أصل التذكير ولا سيما أنه قد فصل بين هذا الفعل وبين فاعله بحرف من أزائدة ما يكون من نجوى ثلاثة ما يكون نجوى من نجوى أما أبو جعفر من العشرة فإنه قرأ بتاء التأنيث وهذا مراعاة لصورة التأنيث في اللفظ قرأ ما تكون من نجوى ثلاثة ما يكون ما تكون الجمهور أيضا قرأوا ولا أكثر من ذلك بالنصب أكثر من ذلك عطفا على لفظ نجوى يعقوب قرأ بالرفع ولا أكثر من ذلك ولا أكثر من ذلك عطفا على ماذا؟ على محل نجوى لأنه مجرور بحرف جر زائد فأصل نجوى محل نجوى الفاعلية الرفع فهو إذن أحدهما عطف على على الجر لفظا وبعضهم عطف على المحل المجرور يعني من نجوى ولا أكثر من ذلك نعم فإذن يعني وردت هاتان القراءتان وهما من باب التصريف اللغوي النحوي والله تعالى أعلم ننتقل للآية بعدها وفيها قراءة تشير إلى بعض التفاوت في المعنى يقول ربنا عز وجل ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير ألم ترى ألم ترى إلى الذين نهوا عن النجوى ألم ترى أيها الرسول الذين نهوا عن نجوى اليهود هؤلاء اليهود الذين نهوا عن الحديث سرا بما يثير الشك في نفوس المؤمنين ثم يعودون يرجعون إلى ما نهوا عنه وهذه طريقة اليهود ويتحدثون سرا بما هو إثم وعدوان ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول ومخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا جاءوك وإذا جاءك هؤلاء يا رسول الله هؤلاء اليهود لأمر من الأمور حيوك بما لم يحيك به الله يقولون السام عليكم يعني الموت لك ويقولون في أنفسهم بعد أن يعني يسلموا هذا السلام لو لا يعذبنا الله بما نقول هل لا يعقبنا الله بما نقول إن كان محمد رسولا حقا إن كان محمد رسولا حقا لماذا لا يعذبنا الله الله عز وجل قال حسبهم جهنم تكفيهم جهنم يدخلونها يقاسون حرها فبئس المصير بئس المرجع لهؤلاء الخائنين أهل الغدر الجمهون قرأوا ويتناجون بصيغة التفاعل من ناجا المزيد ناجا المزيد حمزة ورويس ويعقوب من العشرة قرأوا وينتجون بالإثم والعدوان نهوا عن النجوة ويعودون لما نهوا عنه وينتجون ينتجون بصيغة الافتعال من نجاة يعني نجاة الثلاثي المجرد عن الزيادة والافتعال يرد بمعنى المفاعلة مثل اختصموا واقتتلوا ونحو ذلك أيضا في الآية التي بعدها يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَاتَّقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ قرأ الجمهور فَلَا تَتَنَاجَوْا أيضا بصيغة التفاعل رويس عن يعقوب وحده قرأ فَلَا تَنْتَجُوا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ تَنْتَجُوا على وزن تنتهو فلا تنتجو ما يكون سرا فإذا هما وجهان وجه من نجاء ثلاثي ووجه من ناجاء المزيد وردت القراءتان على هذين الوجهين لتأكيد حرمة النجوة الكلام السر الذي يكون فيه معصية الرسول وفيه الباطل أما إذا كانت النجوة لنصرة الإسلام ولإقامة الحق ونحو ذلك من الخير فإن هذا جائز ولكن بشرط أن لا يكون ذلك أن لا يكون ذلك انفرادا عن الناس لإثارة التهمة نعم ننتقل بعدها للآية العاشرة في أثر النجوة على النفوس قال ربنا عز وجل إنما النجوة من الشيطان ليحزن الذين آمنوا ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون إنما النجوة التحدث خفية بالإثم والعدوان من الشيطان من وسوسة الشيطان هو الذي يزين ذلك والذي يحمل على ذلك ماذا يريد الشيطان؟ ماذا يستفيد الشيطان؟ قال ليحزن الذين آمنوا ليدخل الحزن على قلوب المؤمنين الشيطان يحب ذلك يحب أن يحزن المؤمنين وأن يضر المؤمنين ولكن الله له بالمرصاد وليس ذلك قال تعالى وليس بضارهم شيئا ليس ذلك بمؤذي المؤمنين شيئا إلا بإذن الله إلا بمشيئة الله وإرادته وعلى الله فليتوكل المؤمنون ما عليك إلا أن تفوض الأمر إلى الله وأن تتوكل على الله والله عز وجل بالمرصاد لعدوك ولذلك تستعيذ بالله وتتوكل على الله قرأ نافع وحده من القراء ليحزن الذين آمنوا ليحزن بضم الياء وكسر الزايل هنا الذين آمنوا أصبح مفعولا ليحزن الذين آمنوا لأن الحزن وقع عليهم فهو فاعل الحزن الشيطان والمفعول به الذين آمنوا الباقون من القراء قرأوا ليحزن الذين آمنوا ليحزن فأصبح الذين آمنوا فاعلا لأن الحزن حصل منهم وقع منهم الحزن فإذا قراءة تدل على الفاعل أنه الشيطان والمفعول به الذين آمنوا وقراءة تشير إلى أن الفاعل الذي قام بالحزن هم الذين آمنوا ننتقل للآية بعدها مباشرة الآية الحادي عشرة وفيه أدب من الآداب الإسلامية وفي الآية أدب من الآداب الإسلامية يقول ربنا عز وجل يا أيها الذين آمنوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا في المجالس فَافْسَحُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا في الدنيا والآخرة إذا من أسباب التوسيع أن يوسع الله علينا في الدنيا والآخرة أن نوسع في المجالس يعني هذا أثر الخلق أيها الأحيب الكرام والعاقبة الخلق في الدنيا والآخرة قرأ الجمهور في المجلس هكذا بالإفراد عاصم قرأ بصيغة الجمعة في المجالس طبعا على كلتا القراءتين يجوز هذه أن تكون للعهد وكونها للجنس أيضا وأن يكون المقصود مجالس النبي عليه الصلاة والسلام قراءة عاصم في المجالس هذه المجالس كلما تكررت أو يشمل جميع مجالس المسلمين وعلى كلتا القراءتين طبعا يصح الأمر في قوله فافسحوا يعني أن يكون وجوبا أو أن يكون نذبا فإذا قراءة عاصم مجالس بالجمع قراءة الجمهور مجلس نعم يعني على الجنس أيها الأحب الكرام نقف هنا إن شاء الله تعالى وعلى أن نصل على أن نواصل إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة ما بقي من هذه الآية أسأل الله تعالى أن يوفقنا لطاعته وأن يجعل عملنا في رضاه وصلى الله وسلم ومبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر